أخيراً أصحباً أن نتحدث عن OPPO Find N2، هذا التليفون جديد للنزل من شركة OPPO الذي أعلن أن نتعلمه في Eno Day 2022، لديه مميزات جميلة، جددوا من السنة الماضية لدينا الحاسوب جديد، الحجم أصغر، الوزن أخف أيضاً الكاميرات صارت أحسن من المشربنية من السنة القبل، وليس فقط ذلك، زادوا لدينا مميزة جميلة، صارت أن نستعمل ألم معه له التليفون وأخيراً أعلنوا عن تليفون الثاني يسمى OPPO Find N2 Flip، سيأتي أيضاً، وبعد ذلك سيبدأ يضارب على Z Flip 4 من شركة سامسون، ولكن الآن لا يوجد هذا التليفون، أنا لديه في المكتب Find N2، دعاً نتحدث عن كل المميزات الجميلة والتجديدات التي أعلنها، وليس فقط ذلك، كيف أستطيع أن تصبطوا الكاميريات، أعطينا الحاسوب جديد الذي كانوا يستعملون مع Find X سيريز على التليفونات لديه OPPO Find N. هياً، أنا طريق، هذا هو OPPO Find N2. اشتركوا اشتركوا في القناة حتى دائماً، دائماً تعرفوا عندما ننزلكوا فيديوهات جديدة. وهذه هي العلبة، OPPO Find N2، ودينا OPPO ودينا شركة Hasselblad كما رأيناها. نستطيع استعمال الكاميريات هنا، ودينا الكاميرا ساينس من Hasselblad موجودة داخلها. نفتح العلبة، شكل كثير جميل، نفتحها إلى هنا. لدينا كلمة OPPO والتليفون موجود هنا، دعاً نقيمه أول شيء. نستطيع أن نرى أن الشجر يأتي في قلب العلبة، هذا الشجر 67 واط، والبريز الموجود هنا هو بريز الصيني، لأن هذا التليفون معمول للدولة الصينية. لذلك نستطيع استعماله هنا في أميركا، لكن عندما تجربوا البلد الثاني، يجب أن تتذكروا أن تغيروا له محول عليه قليلاً. لدينا أيضاً الـ USB-A للـ USB-C، الشريط موجود هنا. نستطيع أن نشارج فيه التليفون، ونحويل المعلومات عليه. لدينا أيضاً أيضاً في قلب العلبة، لدينا غراض موجودة هنا، ونعطينا غطاء أيضاً في قلب العلبة، لونه أخضر، نفس اللون التليفوني لديه. وشكله مثل جلل التقليد، لكن هذا معمول بلاستيك. في قلب العلبة هنا أيضاً موجود محرم، نستطيع أن ننظف فيها للشاشة، ونستطيع أيضاً الـ SIM Card، نستطيع أن نضع 2 SIM Card في هذا التليفون. هذا هو التليفون، كما نرى بقلب البلاستيك. لدينا الـ NFC موجود هنا، الكاميرات الجديدة الموجودة هنا، لدينا ثلاثة كاميرات، 50, 32, 48، نتحدث عنهم بعد قليل. لدينا هنا 2 SIM Card، نقر عليهم الـ 5G، SIM واحدة والسم الثانية. لدينا أيضاً الشاشة الجديدة الموجودة هنا، ستكون كثيراً جميلة، وجددوها أيضاً من السنة الماضية. كما أخبركم أول شيء، البطاريات الموجودة هنا، 4520. الكاميرات مثل ما قلنا، 50, 48 و 32 موجودة هناك. الكاميرا الأساسية الموجودة هنا، ستكون 32 ميجابيكسل، والكاميرا الموجودة داخلها أيضاً ستكون 32 ميجابيكسل. اتنينياتهم يقدر يعطونها 2TP. الشاشة الجوانية 7.1 إنش AMOLED مع LTPO. الحالية فيها 120 هرتز، من 1 إلى 120 هرتز. الشاشة البرانية أيضاً زبطوها، وعطونا الآن 120 هرتز موجودة على هذه الشاشة. اتنينياتهم، الجوانية والبرانية، سيعطونا الشاشة منيح. وصبح اتنينياتهم يكونوا على 120 هرتز. كما نرى، الـ fingerprint sensor موجود على اليمين، قلبوا الـ volume rocker على اليمين لفوق. كما كنا نرى السن الماضي على التليفون، هذا الـ FindN من السن الماضي وهذا الـ FindN2. تغيروا النظام، كما نرى هنا، كما نرى الناعمة كثيراً يطلع لفوق عليها. هذه تطلع الناعمة، لكنها تظهر مبينة كثيراً كثيراً كثيراً. الـ volume rocker من الشاشة الثانية، وضعوا فوقه هنا، وضغروا إلى الـ fingerprint sensor على اليمين. التليفون كحجم هو 13.2 نحيف قليلاً، و 8.5% وزنه أخاف. لكن كما نرى، يستطيعوا أن تضغروا، يستطيعوا أن يضبطوا في كثيراً شغلات مصبوطة. لدينا الميكروفون موجود لفوق هنا، لا لدينا شيء آخر، كما لديكم الـ fingerprint sensor مع الـ power button موجودين الثانية هنا. لتحت، رغم أن يغيروا مطاحهم نفس الشيء، الـ SIM card موجودة هنا، الميكروفون، الـ USB-C، والـ stereo speakers موجودين له هنا. لفوق هنا، كما نضبطوه هنا، كما نرى اللون الأخضر، نزلوا هنا، FindN، بعدما تكون Designed for Find، لدينا اسمه FindN موجود لتحت هنا. شكله جميل، وشكله جميل جميل. الميكروفون فيسكس موجود عليهم لشاشة اثنينتهم من قدام، أنا حولت معلوماتي من التليفون القديم، لنكبس هنا، ونظر الشاشة. اثنينتهم موجودين من نفس الشيء، حولت معلوماتي من التليفون القديم لجديد، مع OPPO Share، والـ Phone Clone الموجود منهم أيضاً. يأتينا أيضاً الغطاء هنا للشاشة، موجودة، لنرى مضبوط، عندما نفتح التليفون، نكبس الزر هنا، تفتح، وعننا كل الشاشة جميلة موجودة. نسحب من الشمال، لدينا مثل الشلف من OnePlus، الذي شرناه من أول سنة، اليمين، التطبيعات الثانية، هنا كمان نسحب من فوق، وعننا كل النظامات الموجودة هنا، اللي يسميونه Multi Screen Connect، Power Savings، Screen Recorder، كل الشاشة جميلة موجودة هنا، Driving Mode، Personal Hot Spot، وال Screen Recorder، كلها جميلة موجودة هناك. النظام الموجود لدينا هذا التليفون، كما قلت لكم اسمه، الموديل PGU110، اسمه للموديل، 512 جيجا بايتز الزكرة الموجودة هنا، يكون لديه نظامين، 256 و 512. أيضا، 16 جيجا بايتز للرام، يوجد نظام آخر بـ 12 جيجا بايتز، و 12 مع 256 و 16، يأتي مع 512. الأوبو Find N2 اسمه للموديل، وعن البطارية 4520، السرعة التشريج عليها 67 واط، شاشة الجوانية 7.1 انش، لدينا الماري سيلكون اكس، وهذه اللي ستأتي لغريه، لتساعدنا نأخذ الصور وفيديوهات باللو لايت، ستكون كثير حلوة، الكاميريات الموجودين 32 هنا، و33 لبرا، وعننا الـ 50، 48 و32، الـ 50 ستكون الـ IMX 98 موجودة من شركة سوني، الـ 32 ستكون الـ IMX 709، ستكون هذه بالـ RGBW، سيكون النظام طبعا، سيكون الشاشة منيحة، الألوان الميحة، حتى نستطيع أن نقوم بعمل التليفوت مضبوط، و 48 ميجا بيكسل، ستكون الـ UltraWide، ستكون الـ IMX 581 الموجودة من هنا، التشريج البطارية سيكون بشريط، لدينا الـ Wireless Charging، لدينا الـ NFC، وفيدينا الـ Wi-Fi 6، وفيدينا الـ Bluetooth 5.3، كل الشغلات جميلة، ونظامها جميلة، والشاشة الجوانية هنا، دعنا تفرجيكم شغلة صغيرة أيضا، كما قلت لكم، الألم الذي يأتي معهم، من شركة أوبو، هذا اسمه Stylus، لا يوجد ألم هنا، فقط، لدينا النظام للـ Pressure، الذي نستعمل من ضغط، الذي نضعه على الشاشة، سيكون تقريباً 4096 مباشرة، في ضغط عليه، يسمونه Pressure، وأيضاً لدينا الـ Remote، أيضاً لدينا نستعمل، لأن أخذ صور، لأن أخذ أيضاً، أيضاً لدينا الـ Remote Control للكاميرا، ستكون كثيراً جميلة، وتمشي مضبوط، كل النظامات التي نرى بـ ColorWest 13 موجودة هنا، يمكنكم أن تضعوا على الحساب لكم، وأنا نزلت الـ Google Play Store هنا، على هذا التليفون، لم يأتي معي للتليفون، هذا الشيء الذي يجب أن نعرفه، رغم أن تليفونيات أوبو، حتى من الذين يأتي بالدول الصينية، لا يأتي بألبهم جوكو Play Services، يمكنكم أن تنزلوا التطبيق بكل هياً، مجرد أن تنزلوا وتدوروه، وتعملوا الـ Login على الحساب لكم، كل شيء يمشي مضبوط، نزلت الـ TikTok، نزلت الـ Google Play Store، كل الأشياء التي أريدها، أعملت أيضاً الـ Geek Bench عليه للتليفون، أعملته بالنظامين بأختيارين، مع العادة، ومع الـ Overclock، معنى الـ Full Potential للـ 8 Plus Gen 1، 1245 على Single Core، و36003، ستكون جميلة، وأعملت أيضاً السرعة، موجودة هنا في أمريكا، في لوس أنجلس، أنا أستعمالها مع AT&T، بالنسبة لأيلي، تطلع 73 تنزيل، و34 للتطليع، هذه صراحة في أمريكا، كـ AT&T، سرعتهم العادية، ليس كثيراً خرافية، تي موبل ستكون أحسن كثيراً، نزلت أيضاً تطبيقات YouTube، Netflix، Google Play Store، أسف، الـ Disney Plus هناك، ونزلت أيضاً عدة تطبيقات تطبيقتي والألعاب، دعونا نفرح لكم الآن الفيديو هنا، أنا سجلت لها لعبة Asphalt 9، نلعبها هنا بالـ Full Screen بدلاًا تكون صغيرة، مثل عليها الـ Pillar، وفيكم تستمتوا فيها، تستمتوا فيها مصبوط، لدينا ذاكرة كثيراً قوية، وعندنا رام كثيراً كفية، لنقصد فيها، ونقوم بعمل كل ما بدنا فيها لها التليفون، الكاميرات الموجودة هنا، لدينا كدة عدة نظامات، نستطيع استعمالها، مثل ما رأيتها من قبل، لدينا Split Screen Mode، هذا نستطيع أن نرى، ونستطيع أن نرى عدة الصور التي يأخذينها من قبل، ونستطيع أن نرجع على الجالرية الموجودة للأمين، إذا لم نريدها، أستطيع استعمال الكاميرا الأساسية أصلياً، يمكننا إصاعدة الكاميرا هنا، ونستطيع أن نرى بعدنا كما ترى هنا، وإذا لم نستطيع أن نستطيع أن نستطيعاها، كما نتمتز 1986 Mode، ونقلبها، وإذا نستطيع أن استطيعاها، وبكاف طريقة هو من الباردة غير بناء، كما ترى ممتزق Weight og Control法 وعادة أخرى، ونستطيع أن نستطيعه بالنظام من الحديدام ، والهنج التي تضبطوها جديدة التي تضبطوها تستطيع أن تعملها على عدة أحجام مثل ما نريدها بأن نعملها قليلاً لفوق و قليلاً لتحت نقلبها لأكثر تظلها واقفة مضبوطة و ماشية حلوة والشغل الثاني المعجب فيها كثير كثير دعوني أفتحكم بسرعة هذا هو Z Fold 4 من شركة سامسون وهذا Z Flip 4 من شركة سامسون نعنيتهم أحسن آخر نظامات من شركتهم التليفونية مناحة لا يوجد أشكال فيهم ولكن انظروا ماذا لدينا فتحة هنا يمكنك أن ترى أيضاً عبر التليفون لماذا؟ لأن تسامسون لا تسكر الشاشة على آخر تظل فتحتها مع ناتو كلما أبطل هذا التليفون من جائبته يكون مليان غبرة دعوني أضطف الشاشة هنا ولكن أريد أن أرى مليان غبرة و دائماً 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 أريد أن أمسحها لنطفها قبل أن أستعملها والله أنا أعرف أيضاً شعر وأنا أعرف لماذا يأتي شعر اللبسيني إلى هنا نفس الشيء نرى مع التليفون زي فليب نرى هنا كما ترى إيدك يستطيع أن ترى عبرها دعوني أعرف لكم الفاين ان السنة الماضية لا شيء يبين ولا شيء الشاشة هنا تفوت لداخل المطرولة و عندما نفتحها للشاشة تفتحها وتظلها مظبوط وتظلها حلوة شكلها حلوة ولكن عندما نسكرها لا تفوت فيها وتظلها مسكرها وتغطيها وتحميها من داخل نفس الشيء بالأوبو فاين ان 2 نفس النظام نفس النحافة لكن كما قلت لكم التليفون صار أخف بشوي البطارية قويت والشجيش تبعها طلعها و خسرنا الوائرلس شارجين لا أعرف لأي موها كان موجود السنة الماضية لكن هالسنة يمكن لما زغروا الحجم بدون ينزلوا الوزن أعطونا شجر أسرع على الشريط بدون يكون على الوائرلس شارجين بطيء غير هيك كله كله حلو أنا مبسوط فيها كثير لكن كما قلت لكم نحيفة و لا يوجد فتحها بينياتهم عندما نفتح التليفون من جوا وتفتح مظبوط و نستعمل الفينجر برينت سنسور وتمشي مظبوط يوجد لدينا الفيس انلاك كله كله حلو و سيكون مبسوط كثير الإمكانيات الكاميريات موجودة لدينا هنا لدينا الفيديو لدينا الفوتو لدينا البورتريت مود بالفيديو لدينا نفس الشي 4K 60 برين سيكون أحسن شيء على الكاميريات الموجودة ورا الكاميرا الأساسية موجودة 32 هون و الواحدة قدام كمان على الشاشة الأساسية بس سيكون لدينا سيكون لدينا 10 ATP كما عادة تنبيس تعملوها بس إذا تريدكم تستعملوا الكاميريات الحلوة حلوة كتير وتسجلوا 4K وتشوفوا حالكم ما تعملوا وتفتحوا الكاميرا الأساسية وتكبسوا الزر اللي على اليمين هون والبلد تشوفوا حالكم تستعملوا أحسن كاميريات بال4K 60 فريم سيكون هلأ فرجيكم كمان شوية مصدرة من هنا وعننا عدد إمكانيات وعندد شغلات فينا كمان نعملها من هنا بس أهم شيء بالنسبة لأيلي البطارية بالضعين مدة طويلة النظام زبطونه حلو شكله حلو للتليفون الموديل تبعه هذا أخضر شكله حلو كمان حلو حلو ويعطونا غطى بقلب العلبة بالنسبة لأيلي أنا السن الماضي رغم أنه هذا النظام كتير كتير حلو مثل ما تشوفوا الفينجر برنت عليه بيضلوا كتير أجربنا كتير أنه صغروا ونحفوه قليلا ونزلوا الوزن ويجددوا الكاميريات بشكل رهيب أخبركم صراحة دعني أعطيكم قليلا قليلا الصور اللي أعطيكم عليهم هؤلاء الذين أخذتم مع هالتليفون هذه الحلوية فيها ماري سيلكون اكس هذه تساعد أنا أخذ صور وفيديوهات باللو لايت الفور كي لو لايت فيديو ستكون كتير حلو مثل ما أعطيكم أيضا والصور اللي أخذت أنا مع ابني كان عنده حفلة هنا من شيء كاميون عم يعمل كونسير بس لبس بدلة وحلو حلو كتير وحطين أضوية نحن بره كما تشوفه وكيف الضوب يأتي من حوالي من قدام ومن وراء ومن الكاميرا طلعت صورة بشكل رهيب هذه الصورة أنا معجوب فيها كتير كتير وعندما نعمل الفيديو كمان لما نقلب من الصورة للفيديو تشوفه كمان كيف الضوب يقلب من محله هذه الشغلة لا نرى كثير بعد التلفونات وخاصة تلفونات من أي شركة تانية موجودة على اليوم كثير منيح صوتهم حلو ويظلون ماشي كثير منيح الإمكانيات التي لدينا هنا لأننا نستعمل ماري سيلكون أكس ونستعمل 8 بلس جين 1 معناته لدينا إمكانيات أكثر من تلفونات تانية الحاصل بلات تعطينا الألوان الحلوة الكماليات جيدة أوبو دائما معلومة مظبوط الآن الشيء الوحيد ستعرفون ما حالكم مظبوط قبل أن تجلبوا هذا التلفونات إذا قررت أن تجلبوه لأن هذا التلفونات لا معمول للبلاد الأوروبية هناك شيئات لا موجودة Google Assistant لا يستعمل على هذا التلفونات لديه Brino Assistant هذا لأن هذا التلفونات مثل أن تجلبكم للبلاد الصينية الشيء الثاني Google Share معناته Nearby Share وهذه الشيئات لا يستعمل لكن يمكن أن تستعمل Oppo Share Oppo Share موجود من هنا ويعمل مع التلفونات الأوروبية نفس الشيئ وهذه الشيئة مهمة أيضا ولكن بطارية الضويلة تنظر تطبيقات جيميل كل شيء لا يوجد أي المساعدة على التلفونات إلا إذا التطبيق لا يحتاج شغلة معمولة خصوصا مع Google Play Service لا يستعمل هنا هذا يريد أن نفهمها مضبوط لكن بالنسبة للي أنا أريد أن أخذ فيديوهات فيها أريد أن أستمتع فيها أريد أن أتفرج على التلفزيون أريد أن أتفرج على كل شيئ خاصة المنبيال الذي سيجيب آخر الجمعة بين فرنسا وبين أرجنتين ستكون لعبة جميلة سننزل تطبيق الهولو لديه ويجب أن أتفرج على التلفزيون أنا أريد أن أتفرج التلفزيون التلتقنية إثنان أو شايف ماذا تريدكم head على apple open-finance to flip هذا تلفزيون الثاني الذي نزلوه الذي سيضرب بها على التلفزيون المشاركة لديه في هذا التلفزيون لأننا نستعمله كتلفزيون هذا ولكن السؤال الذي يقدم فيه لا نستعمل الأساس إلا أن نستعمله للذوقت أننا نستعمله كتلفزيون ونقصنا الخبرة كما نستعمله فالتلفزيون المشاركة رغم أن ونضع أصابينا جنب بعض كثير، هذا السبب اللي أنا مبسوط فيه هون، هالتليفون الشاشة عريضة منيح، تعطينا الشاشة حلوة، صار عندنا هلأ مئة وعشرين هرتز، يعني كثير سموث، ومنتم عم نشوفه هون، الزيف الانتو فليب اللي هايجي، هيدارب عليه هالتليفون، هتكون عندنا شاشة أحسن، وهيكون عندنا كمان شاشة أكبر موجودة لورا، لنعمل عدة شغلات مظبوطة منها، إن شاء الله قريبا نستطيع أن نرى أمين سينزع هذا التليفون، ونستطيع أن أجلب لكم واحد نستطيع أن نتحدث عنه كمان على القناة. لهذا أقول لنا شكرا جزيلا على كل الناس الذين اشتراك، خبروني ما رأيكم في هذا التليفون جديد من شركة أوبو، ويلا، نرى إن شاء الله بالفيديو الجديد.